على رأي حد من مشايخنا ربنا يبارك فيه في عمره يا رب كان يقول ايه يقول حتة كده على طرف السكينة يعني دوق كده دوق كده طعم حلاوة الذكر حتة كده على طرف السكينة عارف لما تبقى واقف كده يعني بين ايد تاجر شاطر والتاجر الشاطر ده عنده حاجة حلوة وبعدين انت كل الناس وقفة تشتري فانت يعني عينك بتقول ان الشيء اللي انت واقف تشتريه ده او نفسك تشتريه ده مغري وشكله كده بيقوله ان طعمه حلو وبعدين هو حاب يطمنك جدا فقالك طب خد كده الحتة دي دوق الحتة دي انا بسمح لك في الحتة دي فلما انت دوقت من الحتة دي انت كنت واقف عايز حاجة بسيط عايز نص كيلو خدت بعد كده عشرة كيلو ليك انت ومك والابوك وتهدي حبيبك وكده ليه اطمنت بزيادة لانك دقت هنا في هذا الحديث يا احباب احب ان اركز جدا على هذا المعنى من البداية اللي هو حدواءنا يعني يا شيخ حتة كده على طرف السكينة نفسي اعرف اعمل معك كده في الحلقة دي ان احنا ندوق مع بعضنا عمق لا حول ولا قوة الا بالله ان احنا نحس مع بعض في الحلقة دي ثمرات لا حول ولا قوة الا بالله ان احنا نحس ان لا حول ولا قوة الا بالله لما تجري على السنة وتبصل لقلبنا كأن فيه كنز دلوقتي وصل لقلبك هل يا تارى حنعرف نعمل الكلام ده في النص الساعة دي بتاع الحلقة اسأل الله تعالى ان يسر لي ولكم ذلك اللهم اميني يا رب العالمين نرجع بقى للقصة وبعدين نعيش فيه اثرها وثمراتها وعمق معانيها هذه القصة يا احباب من حديث الصحابي الجليل قيس بن سعد بن عبادة بيقول بكل بساطة جاء ابي بي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو ياخدني لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وانا واخد بالي اهو انك انت قاعد دلوقتي وما بتصليش على سيدنا النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه وانا مش هتنازل عن انك تكتر من الصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويتركز معايا في الصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم وبارك عليه فالبخيل من ذكر امامه النبي او عنده النبي فلم يصلي علي البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر نفسي وإياكم بالحديث الذي فيه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة فاللهم صلي وسلم وبارك على سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا قيس بن سعد بن عبادة بيحكي لنا بيقول أبوي أخدني في يوم من الأيام لسيدنا النبي يقول له ارضى عليه أنه يبقى خدم عندك يا سيدي أنا جايب لك قيسي ابني وأرجو أنك تقبله خويدم تحت رجليك اللي تؤمره به حينفزه يبقى تحت رجلك تعلمه وتربيه يتعلم منك ويتربى تربية مثالية واللي تقوله عليه يبقى سف على رأبته واجبت النفاذ فسيدنا نبي ارتضاه أن يكون خويدما ألف في يوم بصلي الصلاة التي رأينا رسول الله يصليها وكان قيس بن عبادة وسعد بن عبادة يعني الولد وأبوه رضي الله تعالى عنهما ورحمات الله تعالى عليهما كان سيد قيس بن عبادة وسيد سعد بن عبادة اللي اتنين أشبه الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي الصلاة الطويلة يطيل فيها النفس في صلاة النافلة يعني يطول فيها القيام والركوع والسجود والدعاء والمناجاة عايش بقى في الصلاة المرة علي سيدنا نبي بعد لما خلصت الصلاة فضربني برجله طب هو المربي ينفع يضرب اللي بيربيه كده برجله ايوة ينفع ينفع ازاي بس يا شيخ ده الضرب ممنوع ده الضرب ممنوع عندنا فين الضرب ممنوع ده عملوله قانون جديد عملوا قانون ان الضرب ممنوع ما ينفعش ان المربي يضرب اللي بيربيه ينفعش المدرس يضرب الاولاد في المدرسة ولا في الجامعة ولا في المعهد ولا في اي مكان فتجرأ التلاميذ على الاسدزة وتجرأ المربة على المربي على مربي الاجيال وضاعت التربية قول لي هو يا شيخ ما ينفعش يعني التربية غير بالشدة وبالضرب لا تنفع بكل حاجة ولكن احيانا يحتاج المربي او المعلم ان يرفع عصاه على من يعلمه حتى ولو حيهوش بيها مجرد انه اصلا ماسك العصى كده يهت بيها على الاولاد ده في حد ذاته نوع من التربية احنا بنقولش انه هو يعيش بقى ضرب في الرايح وفي الجاي ويدرب عمال على بطال الكلام ده غلط ومن التربية السيئة لكن تعليق الصوت امام الاولاد دي تربية النبي كان بيعمل كده في البيت عليه الصلاة والسلام النبي امرنا بكده انك انت يبقى فيه عاصة فيه خرزانة فيه خرطوم رفيع فيه حتة خشبة بسيطة كده ما تعورش وما تفتحش ما تكسرش العظام تبقى موجودة قدام الاولاد انك تهت بيها على الولاد انك تمسكها حتى في ايدك كده وانت احيانا بتتكلم او زعلان انه عمل حاجة غلط من غير ما تمدي ايدك عليه ده في حد ذاته نوع من انواع التربية فكون المدرس يبقى في ايده عاصة احيانا او على البنش قدامه عاصة او مسكها هو بيشرح بيشاور بها للاولاد مثلا انت يا حبيبي اللي هنا الناحيان انت يا حبيبي هنا يا ابني اللي وراء يا حبيبي انا هجيلك بالعاصة هذا نوع من انواع التربية افتقدناه للأسف الشديد المهم خلوني ارجع لحديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فضرباني برجله هو الضرب هنا ضرب ايه بعقبه الجواب لا الضرب هنا تحقير يعني مش عاجبه قيس ابن سعد ابن عبادة لأ طبعا ده قيس ابن سعد ابن عبادة من الاشراف ده شريف ابن شريف ده راجل من بيت حسب ونسب ده ابوه سيد في قومه وهو سيد ابن سيد اللي هو قيس ابن سعد ابن عبادة ده راجل ابن عز يبقى ازاي بقى سيدنا نبي حيضربه للتحقير يبقى الضرب ده لم يكن للتحقير امالي النبي ضربوا ليه هنا راجل كان بيصلي بيقول انا خلصت صلاة فضرباني رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلي مرة علي مجرد ما خلص صلاة ضربني برجلي وقال يا ابني اه شفت كلمة يا ابني دي بقى قل يا حبيبي هو احنا احنا حنروح على يا ابني وانسيف فضرباني برجلي لا انا عايزك تاخد بال حضرتك خد بال حضرتك معايا برك الله تعالى فيك لفظ يا ابني هنا يخلينا نتأكد ان الضربة دي ضربة حنان ضربة للفت الانتباه ضربة لتحريك العاطفة ضربة من نوع المدعبة يعني بيلعب معاك كده بيهزر معاه فخبطة بسيطة كده برجلي سيدنا النبي من باب التنبيه من باب المدعبة من باب تحريك العاطفة عايز يقول له انت قريب قوي مني خد بالك من اللي انا هقوله ده واكد على هذا بقوله له يا بني مش انت ممكن تعمل حاجة مع حد بعشم شديد جدا وبعاطفة والكلام ده ما يدايقوش ولا يزعالو ولا اي حاجة واللي انت عملته معا ده ما تعملوش مع اي حد تاني غيره ليه العشم اللي بينك وبينه وفي نفس الوقت انه هو عارف انه قريب منك جدا وكمان متأكد ان كلمتك دي او حراكتك دي تقصد بها له الملاطفة هنا سيدنا قيس بن سعد يعرف هذا ويدرك هذا ان الضرب هنا ده للتنبيه والملاطفة موش للتحقير ولا حاجة ولا للعقوبة لانه ما عملش حاجة يتعاقب عليها بسببها يعني قال فضرباني رسول الله برجله اي دي انا باستنبط منها هنا يا جماعة ان ينفع المربي انه يضرب المربي بس اي ضرب بقى مش الضرب اللي كسره مش الضرب اللي هينه بيه مش الضرب اللي حقره بيه مش الضرب اللي بهد الكرمته بيه وانما ينبهه بيه يعني ممكن يخبطه كده في كتفه كده خبطة بسيطة ممكن يطبط على كتفه او ممكن يوقفه استطلبة امه وقف انت هتنام لي يا حبيبي طب ام كده ركز كده معايا ما لك كده في ايه ممكن يمسك بخاخة مية تبقى معاها مثلا كده جنب منه على البنش بتاعه او المكتب بتاعه او كرسي جنب منه يستعين بيها يهذر بيها مع الاولاد اللي حينامه وهو قاعدين مثلا بيشرح فيروح يمسك البخاخة دي ويرش عليهم ممكن في اساليم كتيرة جدا وبعض العلماء كانوا بقى ايه الناس الطيبين يعمل حركات زي كده كمان يعمل ايه مع مثلا عطر يقوم حدفه مثلا بازازة عطر فازازة العطر دي ايه هتخبط في سيدره هتصحيه وبعدين هو هيفرح ان ان استاذه حدفه بازازة عطر العلماء كانوا بعملوا كده او يروح لحد عنده ويحركوا مكانه فهو يتحرك لاستاذه او للشيخ فيقوم مسك ايده معطره وبعضهم رضي الله عن كل اشيخنا كان يعطر الطالب الغافل او اللي يدخل على حلة بقى من اللي نعاس كان يعطره في قفاه يبقى الطالب الشاطر يعطره في ايه والطالب اللي حينام على نفسه فيروح له ويقومه ويقومه ويعطره في قفاه طبعا دي اساليب من اساليب من اساليب التربية يبقى هو برضو لا بهدل ولا حاجة وميزه عن غيره ولا طفه ولم يهن كرامته ولا اي شيء فهنا سيدنا النبي بيعلمنا ان ضربة عن ضربة يفرق في ضربة هوت هنا للتنبيه ترجمة نانسي قنقر